عيار 21 نزل مفاجأة صارة بشأن أسعار الدهب اليوم ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الدهب قال كلام حلو يفرح القلب قال إن الدولار رخص في السوق السودة وده أثر على أسعار الدهب ورخصها وشكر الحكومة على مجهوداتها في جذب استثمارات ضخمة للدولة المصرية بمليارات الدولارات وقال إن المشاريع اللي بتقام دلوقتي هيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد وهيرخص أسعار السلع والدهب خصوصا وأكد إن خلال الفترة الجاية هيكون فيه سلع تموينية بأسعار مناسبة وختم كلامه وقال إن سعر جرام الدهب من عيار 21 وصل ل2800 جنيه يعني رخص 1100 جنيه وسعر الجنيه الدهب وصل ل23 ألف جنيه الحمد لله ونتمنى إن الدهب يستقر أكتر من كده وينزل أكتر من كده أنا بس زعلان على الناس لراحة تشتري جرام الدهب من عيار 21 ب3400 جنيه و3800 جنيه كمان فأنا زعلان على الناس دي عشان يعني أكيد هم زعلانين يعني فبنزعلهم ولكن نصحت ليكم ما ببيعش لأن الدهب كده كده يعني مهما لخص الدهب أو غيلي الدهب كده كده الدهب بيحتفظ بقيمته فأنصحك ما ببيعش دلوقتي ولو عاوز تبيع تستنى شوية لأن كلنا عارفين إن الدهب استثمار طويل الأجل يعني مش بيستخدم في المضاربة زي ما بنقول يعني مش هنجيبه النهاردة فنبيعه بكرة فنكسب فيه الموضوع ما بيوشيش كده في الدهب لأ الدهب استثمار طويل الأمد أنا عاوز أحوش فلوس أجيب دهب وأشيله دي الفكرة من الدهب أترك لحضراتكم تعليق على هذا الخبر